من ضمن الأسرار اللي أنا دايماً بحب أحاول أفهمها يعني أنا حتى كلمت محاطة شوية هفنها قبل ما ندخل مسألة إنه أقوى ممثلين في مصر مش هما نجوم الشباك نجوم الشباك حظهم الرائع اجتهدوا ربنا كاتبلهم زي ما يطلع مش دي قصتي لكن الممثلين الأقوية جداً مهمش نجوم الشباك بحاجة كفجأتني بنظرية الفرق ما بين البطل والنجم بالزبط وهتلاقي ده في طوال تاريخ الدراما المسقية من زمان دلوقتي ما أسهل إن ولد أو بنت من الشباب بالمناسبة اللي بنتكلم على السوشيال ميديا إنه يفرقع شوية كده على السوشيال ميديا ويعمل كازا سينا كده على تيك توك والكلام ده وهب المنتج يطلبه وفجأة يبقى نجم والناس عايزها وعايزها تشوفه ويعملوا فيلم والناس تدخل تيجي يجيب إرادات عالية هنا بنقول عليه بقى إيه جاذبية النجم اللي ربنا بتديه له أو الحضور مش شرطه اللي بقى موهوب في كمماثل هو حضوره الجاذبية هو بالنسبة للناس البطل ده ممكن يبقى أقوى منه مليون مرة صحيح وبطرة أضربت لحضرتك مثلا محمود المليك طبعا عمره ما كان نجم شباك مش هو البطل اللي بيبيع بيه محمود مرسي أقول إيه النجوم كبار قوي عمرهم ما كانوا هم النجوم اللي هو المنتج بيبيع بيهم بيصدروا على الأفيش إنما يجيب واحد أقل منه موهبة بس أكثر منه جاذبية عند الناس ده الفرق بين النجم والبطل النجم اللي هو يقدر يجذب المتفرج عشان يجيب إراد عشان المنتج يقدر يسترد الفلوس اللي صرفها إنما لا يستغنى عن البطل اللي ممكن ينجح الفيلم ده النجم اللي واحده ما ينجحوهش لازم عوامل مساعدة حواليه لازم يموثل قوي حوالي جنبه عشان ينجح العمل ده عشان كده بنلاقي عظماء اللي احنا عمرنا ما هننساهم في الدراما المصرية في السينما المصرية 99% هم عمرهم ما عملوا بطولة بطولة مطلقة يعني إنه هو اللي يتصدر الأفيش وليل جدا حتى اللي استثناءتي يعني بما أنه حتى اخذكرت أستاذ محمود مرسي حتى الأفلام اللي كان أستاذ محمود مرسي بطلها أو مسلسل زي ابو العيلة البشرية على سبيل المثال أو بين الأصرين في مرحلة لاحقة في النهاية هي طيب هي كانت حالة يعني كان لازم يتجاب محمود مرسي فيلم ده طبعا طبعا بس مش هينفع حد بتاني طبعا لكن غير كده ما هواش النجم السينمائي اللي صوره بتغرق أفيشات الشوارع والناس هتقف طوابير على الشباك بالرغم إنه واحد من أهم وأعظم وأكبر فنانين العالم العربي مش مصموصر بالزبط هو ممكن البطل ده يبقى يعني بنقول بمناسبة بنعمل مقارنة ما بين النجم والبطل البطل ده ممكن أجيبه بطل حقيقي في درامة تليفزيونية إنما ما جيبوش في السينما ليه؟ أنا مش مطالب بتحقيق أرباح في شباك في السينما في السينما لأ هو عاوز حد مفرقع مع الشباب مع الناس إن شاء الله زي ما أقول لحضراتك كده عيل عمل كان فيديو كده تطقطع علشانه التذاكر إنما في السينما في التلفزيون ممكن نعمل ده يجيب ممثل قوي جدا يديره بطولة لإن أنا مش مطالب إن أنا أحقق إرادات الناس هنا حتواها تتفرج عليه وفيه أمثلة كتير طبعا بدون ذلك الأسماء يشيل بطولة في التلفزيون إنما ما يقدرش يغامر بيه المنتج في فيلم ويصرف عليه ملايين وبعدين لا الناس عايزة الواد اللي بمثل ضعيف قوي ده بس هو واكل بالضغط